شارك سعدة الدكتور مجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم في مؤتمر ركائز الثالث بدولة الإمارات تحت شعار التعليم المستدام هو المستقبل ويعقد المؤتمر برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القسمي حاكم إمارة الشارقة وبتنظيم من مجلس الشارقة للتعليم بالتعاون مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي قدم سعادة وزير التربية والتعليم خلال الجلسة الرئيسية في مؤتمر ركائز عرضا تحدث خلاله عن مفهوم التعليم المستدام وهو نهج تعليمي متوازن ومتكامل للتنمية المستدامة يستهدف أعداد أجيال الحاضر والمستقبل بأقل التكاليف البشرية والمادية والطبيعية وذلك عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم والسلوكيات التي تساعدهم على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات لقد شاركت اليوم في هذا المؤتمر والذي يتعلق بمحور مهم جدا وهو التعليم المستدام في ضوء التنمية المستدامة اليوم أصبحت مؤشرات التنمية المستدامة تحظى باهتمام دولي وهي مؤشر يهتم به جميع المنظمات الدولية مملكة البحرين على هذا الصعيد تقدمت سبع مراكز عن آخر تقرير اليوم كانت فرصة طيبة أن أبين جهود مملكة البحرين وتطلعاته للتعليم المستدام وما يتضمنه على صعيد الطالب أو المعلم أو المدرسة وبيّنت أيضا خطط وزارة التربية والتعليم في كافة المجالات للفترة القادمة والتي إن شاء الله ستشمل العديد من الإنجازات لأن نحن نتكلم عن التعليم يجب أن يتناسب مع المتطلبات المستقبلية وهذا إن شاء الله سيتحقق بعون الله تعالى وبدعم ومساندة واهتمام قيادتنا الحكيمة يحفظه الله ويرعاها تحت شعار التعليم المستدام هو المستقبل تشرفنا اليوم بختام مؤتمر ركاج ثلاثة بحضور معالي وزير التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية وكذلك وزير التعليم في مملكة البحرين معالي ماجد النعيمي وركز حقيقة هذا المؤتمر على قيانة أهمية الاستيقافة في التعليم وكذلك الاستفاد من الخبرات الموجودة الأقليمية والمحلية والحمد لله إن شاء الله توصيات هذا المؤتمر يستفيد منه كل المعنيين في الميدان التربوي داخل الدولة وخارج الدولة والتعليم مثل ما يعرف الجمع هو عمل تشاركي الكل يستفيد منه الكل ونحن نستفيد من أخواننا في البحرين ومن أخواننا في مصر وكذلك كان عندنا شيء جيد نتشرف أننا نستفيد منه واستعرض الوزير خلال الجلسة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين والتي أكدت عليها التقارير الإقليمية والدولية وذلك بفضل الدعم والمساندة من جلالة الملك المعظم واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى تجربة مملكة البحرين في دمج الطلبة دوي الاحتياجات الخاصة وما توليه لهم من اهتمام ورعاية وما قامت به وزارة التربية والتعليم من تأسيس كلية البحرين للمعلمين وبرامجها الأكاديمية والتدريبية كما تطرق الوزير إلى دور المنظومة الإلكترونية في الوزارة والتي عززها بشكل كبير وبارز مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي وما قدمته بوابة الوزارة التعليمية الإلكترونية من خدمات ساهمت في استدامة التعليم خلال فترة جائحة كورونا هذا وشهد المؤتمر تنظيم أربع جلسات حول التعليم المستدام تحدث فيها عدد من الخبراء والمسؤولين عن قطاع التعليم من مختلف الدول العربية